وصلني سؤال كتير كتير مهم من شخص يقول ما هو تفسير الآية بيقتبس إنجيل متى إصحاح 18 والآية 18 الآية بتقول الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء سؤال كتير كتير حلو واضح جدا فإذا بيتكلم عن ما هو الربط وما هو الحل وخليني ممكن أعطي سياق الحديث في الآيات الموجودة من آية 15 نرجع وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما إن سمع منك فقد ربحت أخاك وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة وإن لم يسمع منهم فقل الكنيسة وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء وأقول لك أيضا لكم أيضا إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السموات لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم يمكن ابتدأت تتوضح الآية بشكل أسهل يسوع المسيح بعلم طبعا عن إذا واحد أخطأ والغرض من التعليم هو في داخل الكنيسة يعني بين مؤمنين هذه الآيات اللي قرأتها على ما سمعكم هي شبيهة بالآيات اللي الرب يسوع المسيح أعلن لأول مرة عن الكنيسة وعندما كان في قيصرية فليبوس سأل يسوع من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان أجاب بطرس وقال له أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال له طوب لك يا سمعان بن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وكل ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السموات وكل ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السموات وهذا المسيح يكرر نفس التعبير لكن في سياق الحديث في الكنيثة الجملة الأولى أو في متى إصحاح 16 تتكلم عن اعتراف بطرس لهوية المسيح أنت المسيح الممسوح من الله أنت الملك أنت المخلص ابن الله الحي يسوع المسيح أيضا يقدم اعتراف لبطرس يقول له أنت بطرس وطبعا في تلاعب بالألفاظ في اللغة اليونانية بيترس بتعني حصو صغير حجر صغير بيترا بتعني صخرة كبيرة وهنا الرب يسوع يقول يعني بناء على هذا الاعتراف يا بطرس أعطيك مفاتيح الملكوت ملكوت السموات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السموات وكل ما تحله هون بيتكلم عن بطرس الرسول طبعا والرسل الاثني عشر فالله اختار بطرس وهنا مهم جدا السلطان الرسولي في الكنيسة الأولى ولألا الأمور بتخرج عن المصاق وبصير فوضى في الكنيسة الأولى بطرس كان عنده الامتياز أنه فعلا يفتح الأبواب الباب الأول فتح أمام اليهود في يوم الخمسين ثلاث تلاف شخص آمن واعتمد ثم فتح الباب أمام السمريين لأن هذا وعد المسيح ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم في كل اليهودي يعني المحيطة في أورشليم وفي السامرة وإلى أقصى الأرض يعني المقصود الأمم فتح الباب أمام اليهود في أعمال الرسل الإصحاح الثمانية فتح الباب أمام السامريين كان فيليبوس المبشر الله استخدمه بقوات وآيات عجيبة لكن جاء بطرس ويحنى اللي عندهم السلطان الرسولي أن يمنحوا عطية الروح القدس للسامريين وطبعا في أعمال عشرة كرنيليوس كان روماني مؤمن بالله لكنه أممي فطبعا آمن بالمسيح واعتمد بالماء وامتلأ هو أهل بيته بالروح القدس وعبر عنها بطرس في المجمع الكنسي الأول في أعمال الرسل الإصحاح خمسة عشر والآية سبعة أنه من خلاله انفتح الباب للأمم فهذا السلطان رسولي لكن في إصحاح تمنطعش بيتكلم عن قوة الجماعة وعن وحدة وسلطان الجماعة الجماعة كهلا في اللغة العبرية يعني جماعة يعني كنيسة واللي هي جاءت منها الكلمة اليونانية إكليسيا جماعة المدعوين من الخارج كالو في اليوناني ينادي أو يدعو يدعو من الخارج حتى يكونوا جماعة مفديين بدم المسيح وهي الجماعة وحدة واحدة الروح القدس ساكن فيهم واعتمدوا لجسد المسيح بس في هاي الآيات بيتكلم الرب يسوع عن موضوع الغفران وبيبتدي يقول إذا أخطأ إليك أخوك فعم بيتكلم عن مبادئ بيتكلم عن خطية أخ خليني أكررها مرة تانية في الجماعة في الكنيسة وهنا بتشوف للمرة التانية المسيح يعني بيتنبأ عن بالأول إسخاح 16 عن مجيء الكنيسة الوعد بالكنيسة وهنا عن عمل الكنيسة هنا يتكلم عن السلطان الكنسة وعن التأديب الكنسة ونظامه وطبعا الغاية هو إرجاع المذنب مثل الخروف الضال إلى الحضيرة أو إرجاع الضال إلى الشركة فبيتكلم أولا يعني أنت بتروح لوحدك بتعاتبه عاتبه بينك وبينه وحدك وما ثانيا إذا كان هذا الشخص عنيد ورافض وغير مبالي خد معك كمان واحد أو اتنين طبعا الشهادة اتنين يعني خد معك اتنين من الشهود العيان وطبعا هون بيتكلم بحسب شريعة العهد القديم أنه أي شيء لازم يكون قائم على شهادة اتنين أو ثلاثة بحسب سفرة تثنية إصحاح تسعة عشر والآية خمس عشر لكن الشيء الثالث إذا هذا الشخص تصلف ورفض التوبة أخبر الكنيسة خبر الكنيسة وبالتحديد خبر القيادة الروحية فالكنيسة هي جسد الرب حتى تسعى الجماعة الكنيسة الكهلا بروح التروي والمحبة الصادقة لعلاج المشكلة لمصالحة الأخ الخاطئ لكن هذا بيقود لشيء رابع أن هذا الشخص فرضا أصر على رفض التوبة يكون خارجا أي عزل هذا الشخص من الكنيسة وخدمات الكنيسة وشركتها أيضا بقول الكتاب يكون كالوثني والعشار يسوع طبعا بيتكلم باستلاحات كانت معروفة في تلك الأيام أن اليهودي كان يقول فلان وثني بالمقارنة أنهو مؤمن طبعا بشريعة الله عشار اللي هي كانت أدنى القوم في تلك الأيام بحيث أنه لم أحد كان بدي يشتم شخصا اللي روح يبعيد أنت عشار فالمسيح كان محب للعشرين والخطى وكان بيوكل معهم مثل ما بيذكر الكتاب المقدس لكن الوثني أو العشار اللي هو بكلمات بسيطة طبعيد عن الإيمان خارج عن دائرة الكنيسة وأصلا بهم همش مواضيع الكنيسة شو عم بيصير في داخل الكنيسة ليه لازم تعزل الشخص لألا يفسد أو يكون معدي فيتحول إلى عنصر هدام ومدمر فيقول في هذا الصدد أن اتفق منكم اثنان يعني هون تكون تعود إلى الشاهدان للشاهده وأن هذا الشخص رافض طبعا يكون لكما وطبعا احنا تعودنا نحط هاي الكلمات في صياق الحديث عن الصلاة لأنه بكمل يسوع بقول حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوساط أنه المقصود أنه المسيح موجود خلال قرارات الكنيسة خلال هذا الموضوع الهام والخطير جدا فالمسيح حاضر وله السيادة في هذا الموضوع لكن طبعا احنا استخدمناها كمان بالصلاة ليستخدمناها بالصلاة لأنه معروف بالنسبة للتقاليد اليهودية ينبغي أن يكون على الأقل عشر رجال لإقامة الصلاة هنا أحبائي موجهة للمؤمنين الخطيئة التي ترتكب في حق شخص داخل الجماعة داخل الكنيسة لذلك حل المشكلة ينبغي أن يكون داخل الكنيسة وليس محاكم العالم ورسول بولوس يتكلم في هذا الموضوع عن المحاكم في رسالته الأولى هنا يتكلم عن الربط والحل الربط والحل على فكرة هذا أسلوب يهودي متعارف عليه بين اليهود بعطيكم مثل المولود أعمى لما خلاص وصل لدرجة ما فيش نتيجة معاه قالوا له أنت ولدت بالخطايا وابتدأوا يجتموه بعدين شو كانت المشكلة؟ طردوه أخرجوه خارج المجمع شو يعني أخرجوه؟ يعني ما عدد له الامتيازات إذا زواج إذا جناز إذا ذبايح صلوات كلها خلاص طلعوه طردوه من المجمع وكمان إذا أي شخص بيعترف أنه لشفاء يسوع برضو بيخرج من المجمع لدرجة أبو وإمه كانوا خايفين من هذا الموضوع ففكرة الحل والربط بتتكلم عن سلطان لكن في سياق الحديث هو سلطان الجماعة أي إعلان المنع أو إعلان السماح يعني مثل شريعة الأبرص الرب يسوع لما طهر الأبرص قال له اذهب وقاري نفسك للكاهن لأنه الكاهن هو اللي بيحكم هو اللي بيعلن أو بيمنع بصرح نعم أو لا أنه ممكن يرجع أن يمارس التقوس والشريعة والذبايح في داخل طبعا الهيكل فملاحظ هون بيتكلم عن سلطة الجماعة بتتحدث عن وحدة الكنيسة بتتكلم عن قوة الكنيسة طبعا في روح المسيح وأن الحل أو الربط هو في المحكمة الكنسية مش محاكم العالم وينبغي أن تكون قرارات الكنيسة بإرشاد الله فالله حاضر حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة إن اتفق منكما اثنان على أي شيء فالرب موجود في الوسط حاضر ثم أحبق هاي القرارات ينبغي أن تكون مصحوبة ومبنية على التمييز الروحي مش بس المحبة لكن في تمييز روحي في خدام روحيين لأنه مش كل واحد بيحكي مشكلة أو بيتكلم في شيء معين ففي في الجسد ناس اللي بتقدر اتميز روحيا قديما كانوا بيلقوا القرعة رئيس الكهنة واللي كان يعني يقوم في هذه المهام في التمييز لكن أصبحت موهبة داخل الكنيسة وأنه القادة الروحيين عندهم السلطان أنه يميزوا في الأمور الروحية هذا التمييز الروحي طبعا ينبغي أن يكون يعني كل قرار بيتاخذ لازم يكون مبني على كلمة مؤسسة مبنية على كلمة الله وأنه أي تأديب بيعمل لازم يعملوه بروح طبعا الصلاة الغرض من الموضوع مش الانتقام الغرض هو الاسترداد الشخص طبعا استرداده إلى شركة الكنيسة وأنا حباقي بيعلمنا الكتاب عن أهمية الكنيسة آه لو نعرف أهمية الكنيسة في المجتمع إحنا منخطئ أحباء ضد الكنيسة ومننسى أنه الكنيسة إلها سلطان سلطان طبعا في المجتمع مثل ما حكيت هون الموضوع الغرض هو المصالحة والعيش بداخل الكنيسة بسلام وتناغم وانسجام بين الجماعة ما يكونش فوضى يعني فوجود خطية في الكنيسة أو التساهل معها يؤذي الجسد كله كل الجسد رح يتقلم لأنه خمير صغير ممكن يخمر كل العجين وانهاي القرارات هي اتفاق مع مشيئة الله المعلنة والواضحة يعني أنت بتصلي حسب مشيئة الله مقترنة لازم تكون مقترنة بالإيمان وبالإخلاص يعني لازم الشخص يكون مخلص منصف أمين الغرض في الموضوع لألا تتفاقم المشكلة ويصبح أنه كل واحد بدي يأخذ حقه في إيده أنه بتصل الوضع يمكن لأخذ الثقر أو الانتقام بالكلام وتشويه السمعة أو يعني أو بكلمات أخرى إذاعة وإشاعة المذمة بين المؤمنين والنميمة والإشاعات الكثيرة فإذا هنا يطلب أولا بكل وضوح اذهب للشخص أعاتبه خلي الأمر بينك وبينه ويا ما فيه مشاكل بتنحل عن طريق المواجهة لما الشخص بقوله على فكرة أنا سمعت أنا بس أعاوز أسمع من فمك هل هذا صحيح؟ إذا قال لا خلاص صدق المحبة تصدق كل شيء طبعا المحبة مش غبية لأنه فيه تمييز روحي بس أنت حليت المشكلة من أولها فهذا مهم جدا أحبائي بكلمات أخرى الكنيسة هي مكان الأمان الكنيسة هي مكان حفظ الأصرار الأمور اللي بتحدث داخل الكنيسة مش للإشاعات ولا المذمات ولا التدمير ولا التعيير ولا التشهير ولا النميمة ولا يعني إساءة السمعة في حق شخص آخر السلوك بالمحبة فالمحبة تسطر مكتوب عنها فطبع الاجتماع هو باسم الرب يعني مش أي اجتماع مش أي جماعة لازم تكون الكنيسة مجتمعة على اسم الرب والرب حاضر في الوسط وعندما يكون الرب يعني بكلمات بسيطة هذا بيتضمن حضوره سلطانه إعلاناته في هذا الاجتماع هو إحنا منعترف بسيادة الله بسلطانه المطلق الكامل منعترف بسيادته بصفاته الإلهية والطاعة الكاملة لكلمته إحنا يعني المفروض أن نتصرف بالكنيسة طاعة لكلمة الرب وأنا حب بقى بوضح أنه على الأساس أنك تحل مشكلة مش على الأساس أنك يعني تفاقم وهذا يعني لما الشخص يغفر له فصار في حكم من داخل الكنيسة قرار كنسة تجاه هذا الشخص وهذا بيذكرنا اللي هو صدى للوعد اللي موجود في يحنى إصحاح 20 الآية 23 من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسكت هذا يفهم طبعا من صياق الحديث الوارد في إنجيل متى إصحاح 18 كما تكلمت أحبائي فالمسيح وضع قواعد تعليمات محددة لمعالجة الخطية في داخل الكنيسة هون بيتكلم عن جسم المؤمنين الحق وهذا الجسم اللي بيعمل ما يوافق ويطابق كلمة الله وهذا الجسد له السلطان أن يعلن إن كان أحدهم قد غفر له أم لا يغفر طبعا إذا الشخص تاب وإذا الشخص رجع للرب ورجع للكنيسة بيقعدوا معا الخدام ويقول الخدام أنا أحكم إن هذا فعلا تاب وتوبته حقيقية نسترده للشركة وللاجتماع ممنوع أي شخص تاني يحكي في هذا الموضوع قد تم انتهى ماضي مغطى تحت دم الرب يسوع ويسترد للشركة طبعا هذا مهم جدا أو إعلان دينونة بناء على مبادئ كلمة الله سواء مربوطا أو محلولا الشخص الغير تائب في الخطية فإذا الكنيسة تصادق وتوافق على هذا الشخص إنه مضر للكنيسة فهذا مهم جدا أحباء بولس الرسول بيتكلم لكنيسة كورونتوس عن واحد كان للأسف كان بيمارس خطية الزنا داخل الكنيسة والكنيسة عارفة الكنيسة عارفة إنه هذا الشخص عم بيمارس خطية وإنه هذا خطر كله على الكنيسة لأنه بيفسد الكنيسة وبعدين الكنيسة عشان تتبارك إن الله يستجيب الصلاة والدعاء للكنيسة فالرسول بولس بيوبخ الكنيسة على هذا الموضوع إنه يسلم لهلاك الجسد يسلم للشيطان لهلاك الجسد وفيه كمان مرة تانية في بولس الرسول بيتكلم عن شخصيتين كان خدام اللي بقول عنهم منهم هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا حتى لا يجدفا فإذن أحبائي هذه الكنيسة مؤسسة على الرب يسوع المسيح لكن أهمية الرسل لدرجة إنه في صف الرؤية أعتقد صحاح 21 إنه أساسات المدينة مكتوب عليها أسماء الرسل على الأساس فإحنا عاملون مع الرب يسوع المسيح هذا سلطان رسولي اللي بيتكلم عنه في أفسوس صحاح 2 والآية 20 فالمسيح هو أساس الكنيسة المسيح هو رأس الكنيسة والمسيح هو حجر الزاوية للكنيسة فكل البناء مركب بعد محتاج الأساس محتاج البناء ومحتاج حجر الزاوية والرأس اللي بيمسك كل المبنى مشان هيك إذا فيه شيء فرط مثل المسبحة لما شخص بمارس خطية الكنيسة طبعا بتقدب لكن مش بتشاهر فيه مش بتشاهر لكن المفروض يعني فيه دور مهم للكنيسة لأنه إحنا مكتوب عنا مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الكنيسة هي الحجارة الحية بحسب رسالة بطرس الأولى إصحاح الثنين فإذا نحب من هذه الآيات منشوف إنه فيه تسلسل في المعاملة مع الفرد الذي يخطئ الغرض ليس إشهاره ولكن إرجاعه للكنيسة شو منتعلم إنه الكنيسة هي جسد المسيح على الأرض كنيسة مجيدة لغضنا فيها ولا الدنس يقول عنها الكتاب المقدس إذا منتساهل في الكنيسة شخص مثلا طلع من الكنيسة وراح لكنيسة تانية وقبلته فإذا الكنيسة التانية بتشترك في خطايا هذا الشخص ولا تشتركه في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وابخوها فهاي هو قطلت بالجواب بس حبيت أشرحه لأنه هذا السؤال سؤل مرارا وتكرارا في متى 16 بيتكلم عن بطرس الرسول والسلطان الرسولي وشيء مشابه بيتكلم عن السلطان الكنيسة وما تقدر أن تفعل الكنيسة من خلال رأس الكنيسة الرب يسوع المسيح إذا فيه أي سؤال آخر من فضلك اتواصل معنا وإعمل شير على هذا الموضوع ربنا يباركك ترجمة نانسي قنقر